في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن إفرازات الحمل تحديدا الإفرازات الصفاء ما هي أسبابها وكيف يمكن التعامل معها وما هي أنواع إفرازات الحمل تابعونا للنهاية في فترة الحمل تتعرض الحامل للكثير من التغيرات والتي قد تكون جديدة عليها بسبب تغير في مستويات الهرمونات المهمة أثناء الحمل ومن أشهرها الإفرازات المهبلية بأنواعها وألوانها المختلفة مثل نزول إفرازات من المهبل مختلفة اللون والكمية والملمس والزوجة عما قد اعتادت عليها المرأة الحامل قبل الحمل وفي معظم الحالات فإن هذه الإفرازات طبيعية ولا تستعي الخوف أو القلق وإشاء حدوثها أثناء الحمل بسبب ارتفاع نسبة هيرمون الإستروجين وبدء الطبويض ويجب على الحامل ملاحظة الأعلامات التحذيرية في هذه الإفرازات لأنها قد تتطلب علاج وتكون مؤشر لحالة غير طبيعية قد تؤثر على الحمل ويجب هنا متابعة الطبيب لأخذ العلاج المناسب وتتراوح ألوان الإفرازات التي من الممكن أن تتعرض لها الحامل أثناء الحمل بين اللون الأبيض الحليبي الخفيف الذي يعد أكثر أنواع الإفرازات التي تصاحب الحمل ويشير إلى حالة صحية طبيعية عند الحامل والجنين واللون الزهري واللون العصفر واللون المني واللون الأخضر والرمادي إذ أن كل لون من هذه الإفرازات يعطي دلالة على حالة وضع صحي محدد وتمتاز الإفرازات المهبلية الطبيعية أثناء الحمل بظهورها بقوام رقيق ولون أبيض ورائحة خفيفة وقد يميل لون هذه الإفرازات إلى اللون الأصفر ولا تتصاحب مع رائحة كريهة أو قوية أحيانا وتشكل هذه الإفرازات حالة طبيعية وغير مسببة للقلق عند الحامل لأن ظهور الإفرازات الصفراء المصحوبة بإنبعاث رائحة كريهة قد يشير إلى إصابة الحامل بالتهاب وعدوى في المهبل وقد تنشأ الإفرازات الصفراء أثناء الحمل مشيرة إلى وجود عدوى قد يترتب عليها عدد من المضاعفات على الحامل ومن أبرز أسباب خروج الإفرازات الصفراء أثناء الحمل ما يلي أولاً التهاب المهبل الجرثومي فقد ينشأ هذا الالتهاب نتيجة لفرط وجود نوع معين من البكتيريا في المهبل وتنزر بإصابة النساء اللواتي لم يسبق لهن الجماع بهذا الالتهاب وقد تتعرض بعض النساء المصابات بالتهاب المهبل الجرثومي لخروج إفرازات مهبلية صفراء وإحساس بالضيق والحك في المهبل والمنطقة المحيطة به وإن بعان سوائحة مهبلية كريهة خاصة بعد الجماع والشعور بحرقة عند التبول وقد يزداد تعرض النساء الحوامل المصابات بالتهاب المهبل الجرثومي لخطر حدوث بعض المشكلات مثل المخاض والولادة المبكرة والتهاب المشيمة والتهاب الأقشية الجنينية والسلي والتهاب بطانة الرحم ثانيا عدوى الفطرية المهبلية أو ما يعرف بداء المبيضات المهبلي وتعرف أنها عدوى ناجمة عن الإصابة بالفطريات فقد يؤثر الحمل على توازن درجة الحموضة في المهبل مما يزيد من خطر إصابة الحامل بعدوى فطرية وقد تعاني النساء في هذه الحالة من نزول إفرازات سميكة وغير مصحوبة مع رائحة تشبه قطع الجبن البيضاء أو مائلة إلى اللون الأصفر والإحساس بالحكة والتورم والإحمرار في منطقة المهبل وغيرها وقد تساهم عدوى الفطرية المهبلية في زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل تمزق الأخشية المبكر والولادة المبكرة ثالثا المتدثرة الحسرية أو الكلميديا تعد من الأمراض المنقولة جنسيا والناجمة عن عدوى بكتيرية وقد تتصاحب هذه الحالة مع ظهور عدد من الأعراض عند بعض النساء مثل خروج إفرازات غير طبيعية ذات لون أصفر ورائحة قوية وذلك في الغالب وكسرت الحاجة إلى التبول والشعور بالضيق أثناء التبول أو الجماع وقد ينجم عن عدم علاج عدوى الكلميديا عدد من المضاعفات التي تحصل أثناء الحمل مثل تمزق الأخشية المبكرة الذي يحدث ما قبل الولادة والولادة المبكرة ونقص وزن الطفل عند الولادة وقد يتعرض الطفل للإصابة بعدوى في أرئة والعين أثناء الولادة رابعا داء المشعرات ويعد عدوى منقولة جنسيا ناتجة عن الطفيليات الأولية ويعاني حوالي 30% من حوالي 3.7 مليون شخص مصاب بداء المشعرات في الولايات المتحدة من ظهور الأعراض مثل زيادة إفرازات المهبل والتي تتخذ اللون الأصفر وتتصاحب مع رائحة كريهة وإزداد خطر تعرض النساء المصابات بداء المشعرات لولادة أطفال خدج ونقص وزن الطفل عند الولادة خامسا مرض السيلان ويعرف أنه مرض منقول جنسيا ناجم عن عدوى المكورات البنية ويمكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية وقد تلاحظ بعض النساء المصابات بمرض السيلان زيادة في إفرازات المهبل والتي تظهر بلون أصفر في الغالب كما يعانين من الشعور بالإنزعاج عند التبول أو الجماعة وقد يصف الطبيب بعض المضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى لعلاج الالتهابات والعدوى في منطقة المهبل ويمكن للنساء اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على صحة المهبل أثناء الحمل ومن الآتي أولا تجنب استخدام الفورة الصحية القطنية ثانيا استخدام منتجات النظافة الشخصية غير المعطرة مثل ورق التواليت غير المعطر والصابون غير المعطر ثالثا ارتداء ملابس الداخلية المبطنة لامتصاص الإفرازات الزائدة رابعا تنظيف المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف بعد خروج البول أو البراز خامسا تنشيف المنطقة التناسلية بعد الاستحمام أو السباحة ثالثا ارتداء ملابس الداخلية المصنوعة من الألياف والأقمشة القابلة للتنفس سابعا الحد من ارتداء ملابس الضيقة ثامنا تناول أطعمة صحية وعدم الإكسار من السكريات والتي قد تزيد من خطر الإصابة بعدوى الفطرية وتوجد أنواع عديدة من الإفرازات التي ترافق الحامل أثناء الحمل وتختلف هذه الإفرازات في لونها وشكلها وغزارتها ورائحتها إذ أن لكل الصفة لهذه الإفرازات حالة صحية قد تكون طبيعية ولا تدعو للقلق وقد تكون خطرة تستدعي الاستشارة الطبية الفورية من هذه الإفرازات ما يلي أولا الإفرازات البيضاء الحليبية وهي أكثر أنواع الإفرازات المهبلية الطبيعية بكل الفترات التي تمر بها الأنثى سواء قبل الدورة أو بعدها أو أثناء الحمل أما إذا زادت شدة هذه الإفرازات أو تغيرت رائحتها وكثافتها فإن ذلك يتطلب التأكد منها فإذا أصبحت هذه الإفرازات مادة هلامية لازجة فقد تكون مؤشرا للولادة ثانيا الإفرازات البيضاء العقدية تشبه هذه الإفرازات فطع الجبن وتشير في معظم الحالات إلى عدوى الخميرة وهي عدوى شائعة عند النساء ويكون جسم الحامل أكثر عرضة للإصابة بها في فترة الحمل استعاني الحامل من أعراض مثل الحكة والشعور بالحرقة أثناء التبول والألم عند الجماع ثالثا الإفرازات الرمادية وتشير هذه الإفرازات إلى التهاب مهبلي جرسومي خاصة إذا كانت لها رائحة قوية كريهة وتزداد بعد الجماع ويحدث هذا الالتهاب نتيجة خلل بكتيري في منطقة المهبل رابعا الإفرازات البنية وهذه الإفرازات تحدث نتيجة اختلاط الإفرازات الطبيعية مع دم قديم وقد يكون مؤشر للولادة المبكرة أخيرا الإفرازات الزهرية فإن وجود إفرازات بلون زهري قد يكون أمرا طبيعيا أو غير طبيعي إذ قد تحدث الإفرازات الزهرية خلال الحمل المبكر أو خلال الأسابيع الأخيرة من المخاط أو عند الحمل خارج الرحم ترجمة نانسي قنقر